اهلا بكم ابنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الفندقي مادة النهاردة زي ما تعودنا مادة الامن المهني نهاردة ان شاء الله نستعرض مجموعة من الاسئلة ان شاء الله اللي تكون مفيدة لكم كمراجعة شاملة لمادة الامن المهني نبدأ النهاردة بسؤال الاضاءة الكافية احنا اتفعنا قبل كده ان الاضاءة والتهوية عنصرين مهمين جدا في مكان العمل زي ما اتفعنا في اي منشأة فندقية او اي منشأة بتعمل في اي مجال لازم نهتم بالاضاءة والتهوية على قدر الامكان ممكن يجينا ويقولنا ما هي فوائد الاضاءة الكافية ما هي فوائد الاضاءة الكافية واحد حماية رجال الامن من المفاجأة ومراقبة دخول المركبات وتفتش يعني انا عندي رجل الامن لازم طبعا يشتغل ويبقى محيط بكل وسائل الاضاءة المناسبة ليه طبعا لانه عمله متطلب له الاضاءة هيشوف ازاي الاشياء الغير مرغوب فيها هيشوف ازاي العناصر الغير مرغوب فيها الا اذا توفر له الاضاءة الكافية اتنين التحقق من المترددين على المنشأة طبعا احنا عندنا المنشأة الفندقية بيتردد عليها عدد كبير من الاشخاص فلازم رجال الامن طبعا يكون متوافر ليهم نسبة كبيرة من الاضاءة كي يتوفر ليهم انهم يفرزوا الاشخاص المرغوب فيهم والاشخاص الغير مرغوب فيهم ثلاثة التحقق من اي حرقة مريبة بالمنشأة طبعا الاضاءة هتساعد رجال الامن انهم يشوفوا اي شغب يشوفوا اي مشكلة بتقع في المنشأة الفندقية فلازم طبعا توفر الاضاءة الكافية عشان كي يعمل رجال الامن بالطريقة السليمة اربعة منع اجهاد العين والشعور بالتعب طبعا الاضاءة بتؤثر اول تأثير على العين وطبعا احنا عندنا جزء كبير من مشكلات العامل بتقع في العين فلازم ان انا اهتم بتوافر الاضاءة الكافية علشان العامل عندي لا يشتكي ابدا من اضرار العين وطبعا احنا عندنا جزء تشريح العين ده جزء مهم وهنستعرضه ان شاء الله خمسة الاضاءة السليمة تزيد من الانتاج وتقلل الاخطاء انا مثلتلك بمثال لو انت واقف في المطبخ هل هتعرف تقطع الاطعمة هل هتعرف تؤدي كل الوجبات الملقعة لك لا طبعا لازم توفر الاضاءة السليمة هي اللي هتخلي العاملين يقدوا كل الاعمال عندهم على اكمل وجه وهتزيد من الانتاج وتقلل من الاخطاء يبقى لو جلنا في الامتحان وقال لنا ما هي فوائد الاضاءة الكافية واحد حماية رجال الامن من المفاجأة وطبعا لازم هيرقبوا كل دخول المركبات وقالنا المركبات هي السيارات اتنين التحقق من المترددين طبعا رجال الامن طبعا متعودين على دخول الموظفين متعودين على دخول الاشخاص اللي طبعا متعودين عليهم لكن الاشخاص الغير مرغوب فيهم طبعا الاضاءة هتمثل لهم مساعد قوي كي يفرز الاشخاص المرغوب فيهم والاشخاص الغير مرغوب فيهم ثلاثة تحقق من اي حرقة مريبة طبعا احنا قلنا لو فيه شغب لو فيه صريقات طبعا الاضاءة تساعد رجال الامن مساعدة كبيرة جدا في انتهاء هذه المشكلة اربعة منع اجهات العين وتشعور بالتعب وخمسة الاضاءة السليمة تزيد من الانتاج وتقلل الاخطاء ننتقل للسؤال اللي بعد كده هو طبعا منتشر جدا في الامتحانات وعلل علل لما يل واحد عند انقطاع الطيار الكهرابي لابد من تشعر رجال الامن الداخلي في جميع انحاء المنشأة السياحية طبعا عندي اضاءة اضاءة تلت انواع واثناء الطيار الكهربائي لازم استخدم الاضاءة المؤقتة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وهي المولدات والمولدات الكهربائية علشان رجال الامن يستخدموها والبطاريات طبعا ليه طبعا لمنع الصريقات والاعمال الاجرامية ومنع اي شغل يوجد في المنشأة الفندوقية طيب اتنين تبديل العمال في مواقع العمل الاكثر دوضاء اتكلمنا عن اضرار الدوضاء قبل كده وقلنا ان اضرارها خطيرة جدا على العمال فعلشان كده كل صاحب عمل او كل صاحب ورشة بيعمل على امتقال الافراد من الاماكن الاكثر دوضاء الى الاماكن الاقل دوضاء طبعا علشان اقلل تأثير الدوضاء على هذه النوعية من العاملين اللي بيشتغلوا دايما في ظل هذه الدوضاء فلابد ان ابدل العمال من مواقع العمل الاكثر دوضاء الى المواقع الاقل دوضاء ليه؟ لتجنب التعرض للدوضاء طويلا لان الدوضاء هتؤثر لأول تأثير على القدرة السماعية وقلنا العامل هيصيب بالصمم الجزئي ثم الصمم الكلي وقلنا ان الدوضاء مش هتصيب بس العامل في الاذن ولكن هتصيب العامل ككل جسمه طبعا جسمه هيبقى منهك معرض للعصبية معرض للاجهاد وعدم التوازن على طول ثلاثة الاذاقة السليمة لا تأثير على النزلاء والعاملين طبعا انا قلت ان الاذاقة في اي منشأة فندقية مهمة جدا وبتطفي جوا جماليا ولمسة جماليا فلابد من ان توجد الاذاقة السليمة ليه؟ بتعمل على وقاية العاملين وبتعمل على راحة النزلاء وبتطفي جوا جماليا على المنشأ يبقى ليها تأثير على الموظفين ليها تأثير على النزلاء وليها تأثير على اطفاء لمسة جمالية في المكان. ممكن يجي أسئلة من هذه الأنواع يعني تعريف مقصود. ما المقصود بالنظام الأمن ؟طبعا النظام الأمن ما بيقوم على قاعدة واحدة. لا بيقوم على مجموعة من القواعد. مجموعة من القواعد دي بتساعدني على تنفيذ النظام الأمن في المكان. أي مكان. سواء مدرسة سواء مستشفى سواء فندق سواء شركة سياحية أنا لازم أعتمد على مجموعة من القواعد كي أنفذ هذا النظام الأمني مثلتلك قبل كده لو أنا عايز أعمل نظام أمني في المدرسة ممكن أستعين بالجيش ممكن أستعين بالكاميرات ممكن أستعين بالبوابات الإلكترونية كل هذه العوامل تسمى قواعد منظمة باعتمد عليها حتى أنشئ نظام أمني سليم يحمي التلميذ ويحمي المدرس ويحمي إدارة المدرسة ككل فلازم نعرف أن النظام الأمني ما بيعتمدش على حاجة واحدة بل قواعد منظمة تعال نشوف التعريف المزبوط وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة للعمل الأمني من حيث مكان والزمان الذي يطبق من خلاله ومن حيث نوع النشاط الإنساني الذي يطبق داخله يبقى أنا لازم أهتم بالتعريف ده كويس لأنه بيجي دائما في الامتحان بعد كده ممكن نقول ما هو تعريف نظرية الدوامة قلنا نظرية الدوامة أو الحلقات المتداخلة يبقى نظرية الدوامة ليها مسمى آخر عشان لو جلنا في الامتحان نبقى عارفين أني ليه مسمى آخر نظرية الدوامة ليها مسمى آخر وهي نظرية الحلقات المتداخلة يعني إيه؟ يعني أن كل نظام أمني مش مستقل بذاته لا يؤثر ويتأثر بالأنظمة الأخرى أنا عندي الفندق مجموعة من الأقسام أنا عندي قسم الإشراف عندي قسم الاستقبال عندي قسم الاستعلامات عندي قسم المطبخ والأغذاء والمشروبات وهكذا كل قسم لازم أأمنه وكل قسم لازم أهتم بتأمينه بس لازم أعرف أن كل نظام أمني من هذه الأنظمة بترتبط وتتؤثر وتؤثر بالأنظمة الأخرى يبقى كل نظام أمني يمثل حلقة خاصة بس ليست مستقلة بل واحدة من حلقات أخرى أكثر اتساعا بتحيط بها وتكون أساس لفاعلياتها وقويتها يبقى كل نظام أمني يمثل حلقة خاصة ليست مستقلة بل واحدة من حلقات أخرى أكثر اتساعا تحيط بها وتكون أسس فعلياتها وقويتها ممكن أمثلها لك بأمن مصر أمن مصر ده لو طبعا دول العالم كلها فيها حرقات إرهابية فمش هينفع أننا أمن مصر بس طبعا أمن الدولة بتاعتي أو أمن البلد بتاعي هيتأثر وبيؤثر في أمن باقي الدول. فدي برضو تمثل أن النظام الأمني بيتأثر وبيؤثر في الأنظمة الأخرى. ننتقل للسؤال اللي بعده وهو قارن. مجموعة أسئلة قارن دي بتيجي برضو في الامتحان ومتعرض لها الامتحان يجيب لك قارن بين الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي. احنا قلنا الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي ضمن المنظور الموضوعي وليس من المنظور الجغرافي. أنا عندي الأمن بينقسم إلى منظور جغرافي ومنظور موضوعي. الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضمن الأمن المنظور الموضوعي. طيب يعني الأمن السياسي هو توفير الحماية لأجهزة الحكم. هو توفير الحماية لأجهزة الحكم مما يساعد على أداء مهامها بكفاءة. يبقى أنا عندي أي وزارة أي جهاز حكومي أي منشأة حكومية ما ينفعش أنها تشتغل أو تؤدي عملها إلا في ظل نظام من الأمن والأمان. فلازم أننا أراعي هذه النقطة. طبعا أي وزارة أي هيئة حكومية أو هيئة سياسية لازم أوفرها كل عناصر الأمن والأمان كي تؤدي العمل بتاعها على أكمل وجه. طيب بعد كده نقول الأمن الاقتصادي. يعني إيه؟ الأمن الاقتصادي هو توفير الحماية. بس العناصر الإنتاج. العناصر الإنتاج وعدم الحق الأذى بها. مما يساعد على دفع عجلة التنمية؟ أنا عندي مثلا المنشآت الكبيرة اللي ليها رأس مال كبير. هل هسيبها من غير تأمين؟ هل هسيبها من غير أمن وأمان؟ لا طبعا. علشان أراعي النقطة دي. علشان أبدأ أننا يعني أوفر الأمن والأمان للصادرات والواردات والكل عجلة الإنتاج. علشان تدفع بعجلة التنمية في البلد ككل. يبقى لازم الأمن الاقتصادي أولي ليه الأمن والأمان بصورة مكسفة حتى يعمل على أننا أدفع بعجلة الإنتاج وعجلة التنمية في هذه الأماكن. بعد كده الأمن الاجتماعي. الأمن الاجتماعي ده يخص الأفراد. ممكن أطلق على الأمن الاجتماعي الأمن الجنائي زي ما اتفقنا قبل كده. يبقى أنا عندي الأمن الاجتماعي ليه مسمى آخر وهو الأمن الجنائي. طيب هو بيعمل على توفير الحماية اللازمة للأفراد. يعمل على توفير الحماية اللازمة للأفراد. يعني مرتبط بالأفراد. والجماعات من مخاطر القتل والسريقات والإعدادات وتشرد الأفراد. أنا عندي أمن سياسي. أمن اقتصادي. أمن اجتماعي. وكل دول بيبقوا تحت مسمى تقسيم الأمن من المنظور الموضوعي وليس الجغرافي. ممكن بعد كده يقولك كيف تتم طريقة الإبصار. كيف تتم طريقة الإبصار. اتفقنا أن تشريح العين مهم جدا أن ندرسه. وطريقة الإبصار مهمة جدا أن نتعرف عليها. فكيف تتم طريقة الإبصار. أولا الأشعة الضوئية تمر من خلال القرانية وتنكسر وتتجمع بواسطة العدسة. ثم تقع على الشبكية. أنا عندي ثلاث حاجات مهمة جدا داخل جسم العين وهي القرانية والعدسة والشبكية. ثلاثة بتتأثر الخلايا مما يؤثر إلى الشعور أو يؤدي إلى الشعور بالرؤية عن طريق العصب البصري. الذي يكون متصل بمركز الإبصار بالمخ. يبقى أنا عندي أولا الأشعة الضوئية بتمر منين من القرانية. ثم تتجمع فين في العدسة. ثم تقع على الشبكية. أمال أنا بحس بالبصر إزاي؟ إننا الخلايا دي كلها بتؤدي إلى الشعور بالرؤية. لأنها بتتصل بمين؟ بالعصب البصري. العصب البصري ده المتصل بالمخ. لبقى أنا عندي الجزئية دي مهمة وبتيجي دايما في الامتحانات. فناخد بالنا منها. ده علامة صح وعلامة خطأ. لتلافي سلبيات الوقوف. لتلافي سلبيات الوقوف أثناء العمل ينبغي إنحناء الظهر للأمام؟ طبعا خطأ. أنا قلت قبل كده إننا لو وقفة طبعا لازم أحرق القدمين. لأن القدمين إذا لم تتحرق مش هيتمزل فيها لدم ولا تنتظم حرقة الدورة الدموية. فلازم إننا أتلافي طبعا وأبدعد عن الإنحناء بصورة مستمرة. يبقى العبارة دي خطأ. المنطقة الخامسة لمكافحة الحريق. تقع بين منطقة الإصابة والعناية والطريقة الذي يقود إلى المستشفيات. طبعا عبارة صحيحة. واتفقنا إننا المنطقة التي تكون أمام الفندق أثناء الحرائق أو أثناء تفكير المتفجرات. أنا أقسمها إلى مناطق. منطقة أولى منطقة ثانية إلى آخر إلى المنطقة السادسة. فانا عندي المنطقة الخامسة دي بتختصب بإيه؟ بإنها بتقع بين منطقة الإصابة والعناية وبين الطريقة الذي يؤدي إلى المستشفيات. يبقى دي عبارة صحيحة. ثلاثة تنخفض درجة حرارة العامل عند أداءه لأي نشاط عضلي أو زهني. وخاصة عند المجهود العنيف تنخفض. لا طبعا تبدو زيد. يبقى دي عبارة خاطئة. أنا اتفقت وقلت إننا ترتفع درجة حرارة جسمنا إذا تعرضنا للمجهود سواء عضلي أو زهني. سواء عضلي أو زهني. يعني أنا مثلا بدخل على الامتحانات زي الفترة دي وبذاكر وبكتهد. طبعا درجة حرارتي بتزيد لإني بفكر لإني بجهد الخلايا في مخي وبتعب لإني بذاكر بكتهد. ولو طبعا المجهود العنيف إذا مثلا العامل أدى عمله وعمل حرقات عنيفة فبرضو بتزيد من درجة الحرارة ولا ستنخفض أبدا. يبقى العبارة دي خاطئة. السؤال اللي بعد كده ما الاحتياطات التي يجب اتخاذها عن حدوث الصريقات. اتفقنا أننا في الفندوق أو في المنشأة السياحية أو في أي منشأة أخرى معرضين للصريقات. معرضين لحدوث الشغب. معرضين لحدوث أي مشكلة من هذه المشكلات. فإزاي أواجه هذه المشكلة وهي حدوث الصريقات. أولا عدم محاولة القيام بأي حرقة مفاجئة مما يعرض حياة الصراف للخطر. أنا طبعا لو عندي الصراف اللي هو الكشير في الفندوق اتعرض لحادثة الصريقات. طبعا أنا بخليه أنه ما يقومش بأي أعمال مفاجئة. وطبعا يهدى شوية لحد ما تصل إليه رجال الأمن ورجال الشرطة حتى يتصرفوا في هذه المشكلة. يبقى أولا عدم محاولة القيام بأي حرقة مفاجئة مما يعرض حياة الصراف للخطر. اتنين بيملص صراف استمارة. ليه بيملص الصراف استمارة؟ طبعا لازم أحدد إيه هي كمية المسروقات. إيه أنواع المسروقات. إيه مواصفات المسروقات. وإيه طبعا مواصفات الجناء. وإزاي ماشوا. وإزاي هربوا. وإزاي مسلكهم في الهروب. كل نقطة من النقطة البسيطة دي اللي ممكن الإنسان يعتبرها حاجة بسيطة. لا بتفيد رجال الأمن ورجال الشرطة في إنهم يعصروا على الجاني الحقيقي. فلازم أن الصراف يسجل كل معلومة عرفها. كل مواصفات للجناء. إزاي هربوا. إزاي كانوا لابسين إيه. كل تصرفاتهم دي بتؤدي إلى إنها بتساعد رجال الأمن في العصور على الجاني. تلاتة استخدام أجهزة الإنذار الصامتة المتصلة داخليا وخارجيا. إحنا طبعا عندنا في الفندق في أجهزة إنذار داخلية وخارجية. يعني إيه؟ يعني متصلة بالخارج. يعني متصلة بأقرب شرطة. بأقرب مطافي. بأقرب إسعاف. وعندي أجهزة إنذار داخلية اللي هي بيتقع في حدود الفندق. أما الخارجية اللي هي متصلة بجهاز الشرطة وجهاز الإسعاف. أربع عدم لمس أي متعلقات حتى أحافظ على البصمات. يعني طبعا بخلي الصراف أو أي حد معرض للسرقة ما يلمس أي حاجة. علشان البصمات الحقيقة تفضل موجودة. وطبعا رجال الأمن ورجال الشرطة من خلال البصمات بيعصروا على الجاني الحقيقي. فلازم إننا عدم لمس أي متعلقات في الصرق. ممكن بعد كده يجينا في الامتحان ويقول لنا توجد العديد من الاحتياطات الواجب اتخاذها في موقع العمل. فما هي؟ أنا عندي موقع العمل لا يصمم بالصدفة. تصميمه لازم يكون على أساس هندسي وأساس فني مميز. ليه؟ لأن طبعا أنا عندي أشياء من المواصفات لازم أرعيها. وهي واحد. تخصيص مساحة للعامل دون أن يعوق أداءه أي مخاطر. أنا عندي مثلا في الفندق مثلا مثال المطبخ. هل هحط الأجهزة كلها ومش هسيب مكان للعامل؟ لا طبعا مش هينفع. مش هيعرف يؤدي الأعمال بتاعته. مش هيعرف يقطع لنا الخضار ولا اللحوم ولا يعمل لنا أي واجبات من أي واجبات ملقعة لي. فطبعا لازم إننا أخلي مكان العمل مجهز بالأجهزة. بس كمان يوجد مساحة كافية إن العامل يتحرك بحرية ويعرف يؤدي الشغل بتاعته. أتنين يؤخذ في الاعتبار ساعة العمل وعدد العمال ونوعية العمل. هل أنا عندي مثلا مساحة معينة من العمل؟ وطبعا لازم أوفر عدد معين من العمال. فلازم نسبة وتناسب. مش معقول مساحة صغيرة وأكدس هذه المساحة الصغيرة بعدد من العمال الكبير. فمش هينفع. طبعا العمال مش هيقدروا يشتغلوا ومش هيتنفذ العمل على أكمل وجه. فلازم يكون في نسبة وتناسب بين مساحة مكان العمل وعدد العمال اللي أنا عاوزاهم في هذا المكان. تلاتة الأرضية من النوع الغير منظلق. والمستوي ليسهل نظفته. ليه طبعا أنا عندي الأرضيات مهمة جدا عندي في الشغل. طبعا العاملين عندي في المطبخ لازم يكون الأرضية عندهم من النوع الغير منظلق. حتى يؤدي العمل. طبعا لو أنا عندي الأرضية من النوع المنظلق مش هيعرف العامل يتحرك بحرية ولا يشتغل شغله. فلازم أراعي النقطة دي. مش في المطبخ بس ده في كل أجزاء الفندق. يبقى لازم أراعي أن الأرضية تكون من النوع الغير منظلق. الأرضية تكون مستوية حتى يسهل نظافتها. أربع الحوائط ملساء. ليسهل نظافتها وباللون الفاتح. أنا قلت أننا بنطلي جميع الحوائط باللون الفاتح حتى يعمل على عدم احتباس درجة الحرارة. لأن الألوان الغمأة بتحبس درجات الحرارة. والألوان الفاتحة بتعمل على عدم احتباس هذه الدرجات الحرارة. فالألوان الفاتحة طبعا مفيدة جدا في هذه الأماكن. خمسة توفير الإضاءة ووسائل التهوية المناسبة. إحنا قلنا عنصرين مهمين جدا. عندي لازم أستعين بيهم في إنشاء أي منشاءة فندقية. وهي الإضاءة المناسبة والتهوية المناسبة. وعندي الإضاءة أنواع والتهوية أنواع. فلازم أن أنا أراعي هذه النقطة. أن أنا عندي التهوية نوعين طبيعية وصناعية. وعندي الإضاءة طبيعية وصناعية أيضا. والصناعية لازم أن تكون إضاءة مستمرة وإضاءة مؤقتة وإضاءة متحركة زي ما درسنا. ستة اختيار أبعاد النوافذ وفقا للأعمال المطلوب أدعها. أنا عندي نسبة لازم أحافظ عليها عند إنشاء أي منشاءة فندقية. مثلا بنسبة 35 إلى 45% من مساحة الفندق. لازم تكون مجهزة للنوافذ. لازم يكون المكان متهوي جدا. الغرف فيها تهوية المناسبة. لازم أحافظ على النسبة عند إنشاء أي منشاءة فندقية. إنه لازم يكون من 35% إلى 45% دية مخصصة للنوافذ والشبابين. بعد كده ممكن ناخد السؤال دوات. يعتبر انقطاع الطيار القهربائي من الأمور المقلقة. فماذا يجب عمله؟ طبعا إحنا معرضين كلنا لانقطاع الطيار القهربائي. قلنا في بيوتنا، في منشاءاتنا، في مدرسنا، في كل مكان. ممكن الطيار القهربائي ينقطع. طيب أنا أعمل إيه في هذه الأمور المقلقة؟ واحد، تشغيل المولد القهربائي الاحتياطي والتوقف عن استخدام المصاعد. يبقى أنا عندي طبعا إضاءة مؤقتة بنستخدمها في هذه الأوينة. وهي المولدات القهربائية الاحتياطية. والتوقف عن استخدام المصاعد طبعا لإن ما فيش كهرباء فبامتنع وأبتعد عن المصاعد. اتنين استخدام بطاريات الطوارئ والامتنع عن استخدام الشموع. يبقى أنا عندي المولدات وعندي البطاريات وأبتعد كل البعد عن الشموع. حتى لا ينتلع أي حرائق يبقى أنا بابتعد عن الشموع ثلاثة انتشار رجال الأمن في المنشأة لمنع السرقات اتفقنا أننا أثناء انقطاع الطيار القهربائي لازم أوزع رجال الأمن في كل مكان في كل مكان داخلي في الفندق ليه؟ علشان أمنع حدوث الشغب وأمنع حدوث السرقات يبقى دي ضرورة من ضروريات أننا أعملها أثناء انقطاع الطيار القهربائي أربع اقتصار دخول المنشأة على المدخل الرئيسي فقط أنا عندي طبعا أبواب كتيرة في الفندق فلازم عند انقطاع الطيار القهربائي أوقف كل الأماكن دي وأستخدم مكان واحد بس للدخول والخروج حتى أحاول السيطرة عليه بكل وسيلة من الوسائل يبقى عندما ينقطع الطيار القهربائي أعمل إيه؟ أولا أشغل المولد القهربائي الاحتياطي أتوقف عن استخدام المصاعد اثنين استخدام بطاريات الطوارئ والامتناع عن استخدام الشموع ثلاثة انتشار رجال الأمن في المنشأة لمنع السرقاء أربع اقتصار دخول المنشأة على المدخل الرئيسي فقط السؤال اللي بعد كده ينقسم الأمن من المنظور الجغرافي لسه متفقيني أنه عندي منظور جغرافي ومنظور موضوعي طيب ايه هو المنظور الجغرافي؟ أولا الأمن الدولي ثانيا الأمن الإقليمي ثالثا الأمن القومي واحد الأمن الدولي ده بيوفر الأمن والأمان والحماية لكافة الشعوب بدون استثناءات. يبقى أنا عندي الأمن الدولي ده بيوفر لي الأمن والأمان لجميع الشعوب بتاعة العالم كله وليس الدولة واحدة. طب الأمن الأقليمي التكتلات بقى معينة. مش الدول كلها. يبقى أنا عندي الأمن الأقليمي أقل شوية من الأمن الدولي. ليه؟ لأنه بيبقى محيط بالرعاية والأمن والأمان لدول معينة بذات عليه. لأن الدول دي بتربطها بعضها ببعض بمصالح مشتركة. ثلاثة الأمن القومي وهو الدولة واحدة بس. طبعا بوفر الأمن والأمان للدولة اللي أنا عايشة فيها وده يطلق عليه الأمن القومي. يبقى واحد. الأمن الدولي هو توفير الأمن والأمان لجميع شعوب العالم. وحمايتها من أي اعتداءات إرهابية تلحق الأزى بأفرادها ومنشأتها. اتنين الأمن الإقليمي وهو توفير الأمن والأمان لتكتلات الدول الإقليمية التي تربطهم مصالح مشتركة وأنها مثل دول الكومون ويلس ودول الإتحاد الأوروبي. ثلاثة الأمن القومي وهو توفير الأمن والأمان لدولة بعينها من أي اعتداءات خارجية. فممكن لو في الامتحان ممكن نرسمها بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها. أن الدائرة الكبيرة جدا تسمى الأمن الدولي. الدائرة الأقل منها وهو الأمن الإقليمي. والدائرة الأصغر وهو الأمن القومي. ودي بتثبت لنا النظرية اللي احنا اتفقنا عليها وهي نظرية الدوامة أو الحلقات المتداخلة. أن كل النظام أمني بيرتبط بعلاقات وبيتأثر ويتأثر بالأنظمة الأمنية الأخرى. السؤال البعض كده وهو ما هي أسباب الحوادث بمكان العمل؟ طبعا معرضين في أي مكان لحدوث حوادث. لحدوث أخطاء. لحدوث أي مشكلة. فلازم اعتمد بالنقاط الأتامة. واحد. الإضاءة والتهوية غير كافية. طبعا هنلف وندور ونقول أن الإضاءة والتهوية دول عنصرين. لازم أعتمد عليهم في المجال للفندوق اللي عندي. لازم يكونوا متوافرين بصورة كبيرة. يبقى الإضاءة والتهوية. اتنين ضعف البناء. وعدم قياس حجم المبنى للعمل ومعداته. لذلك أنا عندي اتفعت أننا لما ببني أي فندوق. لازم أراعي نقاط الآتية لنا. لازم يكون فيها مثلا 35-45% نوافذ. لازم أراعي نسبة المساحة ونسبة العمال. فكل النقاط دي. يعني أنا ما ببنيش الفندوق بصورة مش مدروسة. لازم تكون مدروسة. يعني مدروسة جدا. علشان أراعي هذه النقاط. تلاتة عدم استواء الأرضية أو تلوصها بمواد وسبب الانزلاق. لسه متفقين قبل كده أننا الأرضيات لازم تكون عندي من النوع اللي ما يساعدش على الانزلاق. لأن العاملين طبعا بيتحركوا وبيشتغلوا بيقدموا الطعام الوجبات في المطبخ والمطعم. فلازم بيكونوا عندهم شغل كتير وسريع. فلازم أعمل وأراعي أن الأرضيات اللي بيشتغلوا عليها تكون من النوع الغير منزلق. وقلنا مستوي حتى يسهل نظافتها. أربعة تكدس المعدات وعدم ترتبعها. حتى لو أنا في مكان العمل عندي المعدات بصورة مرتبة وبصورة منظمة. بس ما فيش مكان للعامل يبقى مش هيحصل شغل كويس ولا أي إنتاج. فلازم أراعي أن المعدات تكون موجودة بالترتيب اللي أنا عايزة. ويكون فيه مساحة كمان كافية لتحرك العامل من مكان إلى مكان. حتى يؤدي العمل الملق عليه. بعد كده نرجع تاني للصريقات وممكن يجي السؤال ده عشان كده أنا مهتمة به. ماذا يحدث عند الصريقات؟. الصريقات والشغب دول برضو من النقاط اللي ممكن لازم يعني نهتم بيها. فقلنا عدم محاولة القيام بحركة مفاجئة مما يعرض الصراف للقطر. واتنين يمكن للصراف ملء الاستمار اللي احنا اتفقنا عليها لازم تبقى فيها مواصفات المسروقات ومواصفات الجناة. وازاي هربوا وازاي كانت طريقة او مسلك هربهم. تلاتة استخدام اجهزة الانزار. قلنا اجهزة الانزار الصامتة بتبقى داخلية وخارجية. وعدم لمس اي متعلقات حتى احافظ على البصمات. السؤال دوت برضو مهم جدا. ما هي العوامل التي تؤدي الى زيادة درجة حرارة الانسان؟ قلنا زيادة درجة حرارة الانسان مرتبطة بالنقاط اللي انا هتكلم عنها. وهو التمثيل الغذائي. اولا التمثيل الغذائي. طبعا لو حضرتك اكلت اكلة كويسة متينة شوية. فهتعمل على اجهاد المعدة. فطبعا المعدة لما هتجهد هتؤثر على درجة حرارتك. فهتزيد من درجة حرارة جسم الانسان. حتى انت بتحس انك لما بتاكل اكلة مثلا فيها دهون شوية او حاجة. فبتحس ان درجة حرارتك زادت. لان اجهد المعدة والامعاء عندك في هضم هذه المواد. وايه كمان النشاط العضلي? انا قلت اتفقت ان احنا عندنا النشاط العضلي. مثلا زي اللاعب القرى في النادي. لما بيجري وبيتحرك وبيجري وبيعمل حرقات سريعة. فبتؤثر على زيادة درجة حرارته بصورة واضحة. يبقى عند اداء العامل لأي نشاط عضلي او زهني. عند المجهود العنيف. فيؤدي الى زيادة درجة الحرارة. اتنين استنشاق الهواء. درجة حرارته عالية. دي نقطة بقى ان انا لازم اهوي المكان. فلازم اول ما بدخل العمل عندي اي مطعم او اي فندق او اي مكان في الدنيا. لازم بهويه. لازم بهويه ليه? لان لازم ادخل الهواء النقي. علشان يعمل على ده جدد الهواء. وما يبقاش فيه رطوبة في المكان. وما يبقاش فيه اي مثلا حاجة بتزيد من درجة حرارتي. يبقى الرئة عندي لازم تكيف الهواء. انا عندي الرئة ربنا سبحانه وتعالى خليها في الانسان بتعمل عمل المكيف. انها بتكيف الهواء الداخل الى جسم الانسان. بتعمل على تكيفه حتى يناسب اجهزة الجسم الداخلية. فانا عندي لو انا استنشقت هواء درجة حرارته عالية. فالرئة طبعا هتفقد شغلها. مش هتقدر تقاوم هذا المجهود. والحواصلات الهوائية اللي داخل الرئة هتزيد من درجة حرارتها. فبالتالي مش هتقدر تكيف لي الهواء الداخلية. فبهذه الطريقة هتزيد من زيادة درجة حرارتي. لان الرئة فقط تتعملها والحواصلات الهوائية زيادة درجة حرارتها. تلاتة تعرض للاشعاعات الحرارية والابخرة من الاليات والشوايات. شغلنا طبعا معرض ان انا اشتغل على الشواية. اشتغل على المواقد البتجازات الافران في المطابق. فلازم طبعا ان انا هتعرض لهذه الابخرة. وهذه الابخرة هتساعد من زيادة درجة حرارتي. ينتص جسم الانسان هذه الاشعاعات ويحولها الى طاقة حرارية. فترتفع درجة حرارته. بالاضافة الى السعرات الحرارية الزائدة عن طريق افراز العرق. طبعا افراز العرق ده بيعمل على اجهاد الدورة الدموية بصورة كبيرة. فبالتالي كفاءة العمل هتقل. لان طبعا عنده مجهود وتعرض للمجهود العرق. وزيادة العرق بيعمل على حساب الدورة الدموية. فبالتالي الانسان هيحس بالاجهاد. وبالدورة الدموية عنده قلت والتوازن عنده ما بقاش مظبوط جدا. فبالتالي هذه الاشعاعات هتعمل على قلة كفاءة العمل. اربع رطوبة وحركة الهواء. وده طبعا مرتبط بالتهوية زي ما اتفعلنا. العمل الذي يؤدي في جو رطوبته عالية يجعل جلد الشخص لازق ومبلل بالعرق. واتفقنا ان العرق بيجهد الدورة الدموية. وبالتالي العمل هيحس بالضيق وبالارهاق ومش هينفز العمل على اكمل وجه. فبالتالي لازم ادخل التهوية المناسبة في المكان. ان انا بفتح النوافذ. بفتح الشبابين. بفتح الابواب. وبعد كده بدخل التهوية الصناعية اللي هي من التكييفات. من المراوح. من مبردات الهواء. فلازم يكون مكان العمل يدخل التهوية الطبيعية ويدخل الدهوية الصناعية. السؤال اللي جاي وهو عن الاضاءة. الاضاءة. هناك ثلاثة انواع للاضاءة. اذكرها مع الشرح. واحد مستمرة اتنين مؤقتة. ثلاثة متحركة. اتفعنا ان المستمرة دي بتعمل طول فترة الظلام. المصابيح بتاعتها بتبقى سابتة. عشان كده تسمى مستمرة. انها مستمرة طول فترة الظلام. وطبعا المصباح ما بنقلوش من مكان الى مكان. عشان كده اسمها اضاءة مستمرة. اما الاضاءة المؤقتة وهي دي في حالة الحراسة. في حالة الطوارئ. في حالة انقطاع الطائرة القرباء. اذا ما اتفقنا. وهي مؤقتة. تسمى مؤقتة. اما المتحركة. وده القابلة للانتقال من مكان الى مكان. زي المولدات والبطاريات ان انا بحركها في ايدي من مكان الى مكان. يبقى الاضاءة عندي ثلاث انواع. مستمرة. متحركة. ومؤقتة. مستمرة. متحركة. مؤقتة. ندخل بقى على فقرة الزلازل. وهي طبعا. الزلازل دي يعني خلاص مصر تعرضت لها من فترة لفترة. ما كانتش طبعا يعني معرضة مصر لها في الفترات السابقة. ولكن بدأت طبعا مصر تدخل في نطق الزلازل. فلازم اعمل حسابي كويس جدا. عن تتعرض المنشأة الفندقية لمثل هذه الظروف. واحد تأسيس مركز للزلازل داخل المنشأة يتكون من فريق الصيانة وفريق الأمن. يبقى أنا عندي أفراد الصيانة وأفراد الأمن بيعملوا على أنهم بيكونوا لي فريق يسمى فريق الزلازل. مركز الزلازل. يبقى عدمت على هؤلاء العاملين أن أنا بخليهم مجهزين في فترة الزلزال. لأنهم يكونوا مؤهلين لهذه الظروف. اتنين بزود المركز ده بأجهزة الكشف تحت الأنقاض. طبعا أنا عندي إذا تم هدم المبنى بفعل الزلزال. فلازم أن أنا يكون متوفر ليا في مركز الزلزال اللي أنا أنشأته ده في داخل الفندق. أجهزة بتعمل على كشف الأحياء تحت الأنقاض. طبعا لازم يكون عندي مثل هذه الأجهزة علشان أنقذ ما يمكن إنقاذه لو حصل هدم لهذا الفندق. تلاتة تزويد المركز بالبطاريات وبالكشفات والخوازات للرأس. طبعا أنا لو هبحث عن الأحياء داخل الأنقاض لازم أكون مجهزة بهذه التجهيزات. وهي الكشفات والخوازات وأي حاجة بتساعدني في الكشف عن الأحياء. تبقى بطاريات كشفات وخوازات. أربعة تنبيه على النزلاء والموظفين أن يحتموا تحت أي شيء صلب. والابتعاد عن النوافذ والأرفف. طبعا النوافذ والشبابيك والأبواب دي أضعف مكان في الفندق أو أضعف مكان في أي مبنى أو أي عمارة. فلازم الابتعاد عن مثل هذه الأماكن أزناء الزلازل. لأن طبعا بيبقوا أكثر عرضة للهدم والانهيار. فلازم أن يحتموا تحت أي شيء صلب. ويبتعدوا عن النوافذ والأرفف. خمسة عدم استخدام غاز المطبخ. إلا بعد انتهاء الزلزال. لعدم اندلاع الحرائق. طبعا في مثل هذه الظروف بنابها لموظفين اللي عندي في المطبخ. إنهم ينتنوا عن أداء أي شغل على البتوكزات. علشان طبعا الغاز ما ينفعش أن أنا شغاله أثناء الزلازل. يبقى أنا عندي خطوات. لازم أتبعها في المنشأة الفندقية عندي أثناء الزلزال. وهي تأسيس مركز للزلازل داخل المنشأة يتقون من الصيانة والأمن. اتنين تزويد المركز بأجهزة الكشف تحت الأنقاض عن الأحياء. ثلاثة تزويد المركز بالبطاريات وبالكشفات وبالخوازات. أربعة التنبيه على النزلاء والموظفين أن يحتموا تحت أي شيء صلب ويبتعدوا عن النوافذ والأرفف. خمسة عدم استخدام غاز المطبخ حتى لا يندلع الحرائق. بعد كده احنا كلمنا عن الجغرافي. المنظور الجغرافي نتكلم عن المنظور الموضوعي وهو بينقسم إلى قسمين. منظور عام ومنظور خاص. طيب الأمن العام هو القسم الذي يهتم بوضع القواعد والنظم لنوعيات متخصصة من فروع الأمن. وهو الأمن الاقتصادي زي ما تفقنا. الأمن السياسي والأمن الاجتماعي أو الجنائي. احنا قلنا الاجتماعي يطلق عليه الجنائي. نقول تاني الأمن الاقتصادي وهو الحماية لعناصر الانتاج. وهي الحماية لعناصر الانتاج وعدم الحاق الأزع بها. مما يساعد على دفع عجلة التنمية. اتنين الأمن السياسي وهو توفير الأمن والأمان أو الحماية لأجهزة الدولة. مما يساعد على إداء المهام جيدا. تلاتة الأمن الاجتماعي. وإحنا قلنا بيطلق عليه الأمن الجنائي. وهو يهتم بتوفير الحماية والأمان للأفراد والجماعات ضد الصرقات أو ما للمنظور الخاص أو الأمن الخاص. وهو برضو أربع أقسام. هو القسم الذي يهتم بوضع الحماية والقواعد والنظم لنوعيات متخصصة. مثل أمن الأفراد أمن المكان. أمن المعلومة. أمن النشاطات. يعني أمن الأفراد طبعا أنا بأحمي حياة الأفراد من أي حرقات إرهابية. من أي أذى. من أي مثلا حدوث صريقات. حدوث حرقات إرهابية. حدوث شغب. حدوث أي مشاكل ما بين الأفراد. فذي ترتبط بحماية الأفراد. أمن الأفراد هو تأمين حياة الأفراد من المخاطر. أمن المكان. طبعا بأمن المواقع وبأمن أي منشأة أو أي مكان في الدنيا. بأمنه. لأنه طبعا مش هينفع أن العاملين داخل المكان يؤدوا أعمالهم. إلا إذا كان هذا المكان يحيط به كل عناصر الأمن والأمان والحماية. تلاتة أمن المعلومة. أنا عندي المعلومة منقسمة إلى مسموعة ومقروقة ومرئية. مسموعة مقروقة مرئية. طبعا كل المعلومات دي لازم تتوفر لها كل عناصر الأمن والأمان حتى تؤدي مهمتنا هذا أكمل وجه. فلازم أننا كل المعلومات لازم تكون موجودة عندي ومؤمنة تأمين جيد. أمن النشاطات الإنسانية وهو أمن التجمعات. إحنا قلنا ممكن المدرسة. ممكن المستشفى. ممكن النادي. ممكن أي مكان في الدنيا يطلق عليه نشاط. فلازم النشاط ده لازم يحيط بكل هذه الأنشطة كل عناصر الأمن والأمان. يبقى تاني الأمن الخاص وهو أمن الأفراد. أمن المكان. أمن المعلومة. أمن النشاط. أمن الأفراد يهتم بتأمين حياة الأفراد وحمايتهم من الأخطار. اتنين أمن المكان وهو يهتم بتأمين المواقع التي يتواجد بداخلها الفرد أو تتم خلال ممارسة أنواع الأمشطة المختلفة. تلاتة أمن المعلومة وهو يهتم بحماية المعلومة بصوارها المسموعة والمقروقة والمرئية. أربع أمن النشاطات الإنسانية. وهو يقصد بها أمن التجمعات الإنسانية التي تمارس نشاطات معينة. ماذا يقصد بنظرية الدوامة أو الحلقات المدداخلة؟ احنا اتفقنا وقلنا أن نظرية الدوامة هي نفسها هي نظرية الحلقات المدداخلة. تعني أن كل نظام أمني يمثل حلقة خاصة ليست مستقلة بل واحدة من حلقات أكثر اتساعا. فالنظام الأمني ليس مستقلة عن غيره من الأنظمة. بافتراض أن الهدف المطلوب حمايته وتأمينه فندق. فإن النظم الأمنية التي تطبقها جهاز الأمن بالفندق تمثل الحلقة الأولى. وبافتراض أن هذا الفندق يتواجد داخل مدينة. فإن النظم الأمنية التي تطبقها جهاز الأمن بهذه المدينة تعتبر الحلقة الأمنية الأقبر. نتفعنا وقلنا أن لو الفندق عندي متواجد في مدينة. فأنا لو أمنت الفندق وكانت المدينة ليس يحيط بها أي وسائل أمن وأمان فمشينفع أننا أمن الفندق طبعا لازم أننا مأمن المدينة الأول وبعد كده أمن الفندق اللي داخل المدينة لأننا قلت أن الأنظمة الأمنية بتؤثر وبتتأثر يعني كلها مع بعضها ما ينفعش أننا أمن الفندق وما أمنش المدينة ما ينفعش أننا أمن المدينة وما أمنش الدولة ما ينفعش أننا أمن الدولة وسيب الأمن الدولي كله الشعوب كلها من غير أمان فلازم ان الانظمة دي بترتبط بعضها ببعض وتسمح نظرية الدوامة او الحلقات المدداخلة نرجع لسؤال علم علم ليه ما يأتي واحد ضعف الاضاءة يسبب اجهاد للعين ضعف الاضاءة يسبب اجهاد للعين اتفقنا ان اول ما يصيب هو العين بسبب الاضاءة السيئة اول ما يصيب في جسم الانسان هو العين طبعا لان من اسباب اصابات العين ضعف الاضاءة عن الحد المطلوب لو انا بعمل في مكان لابد من الاضاءة القوية وطبعا ما فيش الاضاءة المناسبة لهذا العمل فطبعا هيعمل على اجهاد العين اولا العين هتجهد ثانيا الدورة الدموية ككل في جسم الانسان هتجهد بعد كده العامل مش هيقدر يشتغل وهيحس بالدوران وبالعصبية وبالاجهاد بانه مش قادر ينفس اي شغل يبقى ضعف الاضاءة بيسبب اجهاد العين لان من اسباب اصابات العين هو ضعف الاضاءة عن الحد المطلوب اتنين عدم ارتداء ملابس عمل ضيقة ممكن يجينا ويقول علل عدم ارتداء ملابس عمل ضيقة حتى يصبح اداء العمل اكثر ثلاثة طبعا انت لو لابس ضيق وانت طبعا لازم تشتغل في المطلوب او في المخزلة او في الفندق بصورة عامة لازم هتبقى عايز تتحرك فالملابس الضيقة دي مش هتعمل على ثلاثة الحرقات ومش هينفع انك تشتغل واتبقى حرقتك سريعة في هذه الملابس فلابد الابتعاد عن الملابس الضيقة ثلاثة تخلص من القمامة الى خارج المنشأة في حالة حدوث شغب النقطة دي مهمة جدا اننا لازم دوريا اننا اتخلص من القمامة الخاصة بالمطبخ دوريا على طول بصورة مستمرة ليه؟ لانها عرضة لاندلاع الحرائق عرضة لانها تشب فيها اي حرائق فلابد من التخلص من القمامة بصورة مستمرة ودورية اربعة تبديل العمال في مواقع العمل المليئة بالضوضاء اتفقنا ان احنا لو عندنا مجموعة من العمال وبيشتغلوا على مجموعة من الالات التي تصدر الاصوات العالية طبعا لازم انقلهم من هذا المكان الى مكان اقل ضوضاء عشان احافظ عليهم بقدر الامكان انا عندي لازم بعمل كشف دوري كشف كل 6 شهر عليهم واذا اثبت انهم اتضروا من هذه الالات فلازم طبعا يعني ابعدهم كل البعد عن هذه الالات للاماكن الاقل ضوضاء عشان احمي بقدر الامكان انه ما يتعرضوش للصمم الجزء أو القلدي. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تناقص مخرجات الضوء؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تناقص مخرجات الضوء؟ أنا عندي استياد الأوساخ على مصدر الضوء. أنا عندي لو في البيت والنجفة بتاعتي فيها الأتربة أو المصباح عندي فيه أتربة. طبعاً مش هيظهر عنه الضوء اللي أنا عايزاه أو الضوء المناسب من هذه المصابيح. فلابد من إزالة الأوساخ أو الأتربة أو الغبار بصورة مستمرة من هذه المصابيح حتى تؤدي عملها على أكمل وجه اتنين الزجاج والمرايا المتسخة الضادر منها الضوء أي مرايا أو أي أجهزة عاكسة بتصدر منها الضوء احنا اتفقنا أنه عندنا إضاءة مباشرة وإضاءة نصف مباشرة زي ما خدنا وده رسم السنة اللي فاتت فالنصف مباشرة دي يعني الضوء بينعكس من خلال مرايا فالمرايا دي لازم أهتم بيها حتى تؤدي انعكاس الضوء على أكمل وجه ثلاثة لون طلاء المكان أنا قلت اتفقنا أنه لازم نطلي المكان بالطلاء الفاتح حتى يعمل على إضاءة قوية كمان وما بيعملش على احتفاظ درجات الحرارة يبقى لون طلاء المكان يؤثر على كمية الضوء الطلاء الفاتح يعمل على إضاءة قوية عكس الطلاء الغامي لو احنا قاعدين في مكان مثلا باللون الفاتح فبتحس أن الإضاءة عندك قوية جدا عكس المكان اللي بيبقى مطلي بالألوان الغامية فتحس ان الإضاءة فيه مش مؤدية لأداء القوى ما تعريف الضوضاء؟ طبعا جزئية الضوضاء دي احنا درسناها وكانت مهمة جدا عليها بالأسئلة ما تعريف الضوضاء هو خليط غير متجانس من الأصوات التي تنتشر في محيط العمل سواء كانت أصوات صادرة من أشخاص أو آلات موجودة في مكان العمل وتنشأ بدرجات متفاوتة في كثير من أماكن العمل الخدمي ولا تأثير مباشر على نشاط العاملين يعني انت لو قاعد في دوشة طبعا الأذن عندك مش هتبقى قادرة على تميز الأصوات مش هتبقى تقول أن الدوشة دي فيها أشخاص بس أو فيها آلات بس طبعا انت مش هتقدر تفرز الأصوات لأنها عبارة عن دوشة جامدة جدا بصورة مرهقة للأذن فالأذن بتبقى غير قادرة على فرز الأصوات طبعا بتنشأ بدرجات متفاودة مش كلها درجات واحدة اتفقنا أن الأصوات التي تزيد عن 90 دي سيبال بتقع تحت مصمى الدوضاء أما الأصوات الأقل من 90 دي سيبال بتقع تحت ما بتبقاش تسمى الدوضاء يعني إيه دي سيبال؟ يعني وحدة قياس الصوت طيب أنا أقدر أتقي الدوضاء دي طبعا عن العاملين لازم أبعد العاملين كل البعد عن الدوضاء لازم أنهم يستخدموا مثلا خوازات للرأس لازم يستخدموا أغضية للآلات بقدر الإمكان لازم أبعد العاملين واتفقنا أن احنا بننقلهم من مكان لمكان حتى يعني أحافظ على الأذن من الإصابة بالصمم الجزئي أو الكل يبقى يا خليط غير متجانس من الأصوات التي تنتشر في موحية العمل سواء أصوات أشخاص أو آلات موجودة في العمل وتنشأ بدرجات متفاوتة في كثير من أماكن العمل الخدمي ولا تأثير مباشر على نشاط العاملين ما هو التخطيط لمنطقة الطوارئ اللي اتفقنا عليها وقلنا أن أي فندق لازم يجهز المنطقة اللي أمام الفندق تجهيز كامل أنه بيبقى مقسمها إلى 6 أماكن نتعرف على الأماكن دي وهي المنطقة الأولى هي منطقة الإنقاذ وحجم الخطورة فيه عالي لذلك هو قاصر على طقم الإنقاذ بالملابس الوقاية أنا عندي أول ما بيندلع الحريق أو بتنفجر المتفجرات في الفندق أو في أي منشأة لازم أجهز المكان اللي قدام الفندق يبقى لازم أجهزه إزاي؟ أن أول منطقة ما بيدخلهاش إلا رجال الإنقاذ ليه لرجال الإنقاذ؟ لأنهم مزودين بالملابس الواقية اللي بتحميهم واللي بسرعة طبعا بيقدروا ينقذوا ما يمكن إنقاذه يبقى هذه المنطقة ما بيدخلهاش أي عاملين أي أشخاص لازم تكون قاصرة على أشخاص الإنقاذ فقط المنطقة الثانية تخصص الأشخاص الذين تم إنقاذهم من المنطقة الأولى لطلاق العناية ثم يرسلون إلى منطقة تصنيف الإصابات أنا في المنطقة الأولى وجدت مجموعة من المصابين طبعا رجال الإنقاذ بيينقلوهم مباشرة إلى المنطقة الثانية حتى نحط عليهم العلامات أو البطاقات إننا طبعا المصاب ده قوي المصاب ده ممكن يقدر يستنى شوية المصاب ده لازم أنقذوا وهكذا يبقى أنا عندي المنطقة الأولى مجهزة لرجال الإنقاذ المنطقة الثانية بيتم نقل المصابين في هذه المنطقة المنطقة الثالثة تقع على بعد 90 متر من المنطقة رقم 2 تقع على بعد 90 متر لازم نبتعد شوية عن المنطقة رقم 2 ويتم فيها تصنيف الإصابات يتم فيها تصنيف الإصابات ووضع بطاقات زي ما اتفقنا ممكن بعد كده في المنطقة الرابعة نعرف البطاقات دي يعني إيه يتم فيها تصنيف الإصابات حسب البطاقات وهي اللون الأحمر بنطلق عليه صورة الأرنب ليه؟ علشان دي عناية عاجلة بصورة عاجلة يبقى صورة الأرنب للعناية العاجلة اللون الأصفر وهي صورة السلحفاء صورة السلحفاء ليه؟ لأنها عناية متأخرة يعني المريض ممكن يستنى شوي أما اللون الأخدر وهو صورة الإسعاف وهي للعناية القليلة يبقى أنا عندي المنطقة الثالثة تقع على بعد 90 متر لازم أبتعد شوي عن المنطقة الثانية عشان أبدأ أكون المنطقة الثالثة ويتم فيها تصنيف الإصابات ووضع بطاقات مميزة تبعا لنوع الإصابة والخدمة الطبية المطلوبة للأفراد المنطقة الرابعة يتم بقى فيها التصنيف الحقيقي بقى للإصابات حسب البطاقات المدون بها المصاب ثم وضع المصابين في المناطق الآتية قلنا اللون الأحمر صورة الأرنب يعني عناية عجلة اللون الأصفر يعني السلحفاء يعني عناية متأخرة اللون الأخضر يعني صورة الإسعاف وهي عناية قليلة ممكن المريض يستنى شوية يعني مش متأثر جامد جدا المنطقة الخامسة وهي تقع بين منطقة التصنيف والعناية والطريق المؤدي إلى المستشفيات والعمل فيه يتم بصورة إدارية شوية يعني بدون بقى فيه بسجل معلومات وبرسل بلاغات وبشرف على نقل المصابين يعني دي عملية إشرافية أو إدارية شوية تبقى المنطقة الخامسة تاني تقع بين منطقة التصنيف والعناية والطريق المؤدي إلى المستشفيات ليه؟ علشان أسجل بيانات وأرسل بلاغات وأعمل على الإشراف على نقل هذه المصابين بالصورة اللي أنا قلت عليها اللون الأحمر واللون الأصفر واللون الأغضر أخيرا المنطقة السادسة وهي تقع بالقرب من المنطقة رقم واحد ومواجهة للمنطقة رقم اثنين طبعا هي بتبقى دايرة فعلشان كده بتحس أن احنا رجعنا تاني أمام المنطقة الأولى فيها بقى بيتام التنصيق بين جميع الوحدات لازم يحصل تكاتف بين جميع الوحدات باستخدام أجهزة اتصال طبعا أنا عندي في الفندق قلنا في أجهزة اتصال داخلية وأجهزة اتصال خارجية اتنين توجيه السيارات والأفراد القادمين من الخارج جل سيارة بنشر إلى الطريق علشان يتجه هذه السيارات إلى الطريق المناسب لهم يبقى المنطقة السادسة تقع بالقرب من المنطقة لرقم واحد ومواجهة للمنطقة رقم اثنين ومهمتها واحد التنصيق بين جميع الوحدات باستخدام جهاز اتصال اتنين توجيه الأفراد والسيارات القادمين من الخارج أنا عندي المنطقة دي كانت مهمة جدا ولازم أتعرف عليها لأنها ساعدت في الامتحان ما هو تخطيط المنطقة التي تكون أمام الفندق في حالة حدوث اندلاع الحرائق اتفقنا أنها منطقة أولى منطقة ثانية إلى آخره إلى المنطقة السادسة بعد كده ممكن ييجي ويقولك ماذا ياكب عمله في حالة الاختطاف احنا طبعا في الفنادق عندنا معرضين لوجود شخصيات مهمة سواء سياسية أو ناس مهمة في البلد ذات مناصب عالية فلازم أهتم بهذه الأفراد حتى لا يحدث لهم أي أضرار فلو حدث وحصل حالة الاختطاف أعمل إيه؟ طبعا لازم التزم الهدوء وعدم المشاجرة التزم الهدوء وعدم المشاجرة اتنين معرفة وقود وقت الاختطاف وسرعة السيارة وعلامات الطريق لأن هذه المعلومات ستساعد رجال الشرطة اتدفعنا أن احنا أي معلومة بسيطة لازم أديها للرجل المختص رجل الأمن ورجل الشرطة حتى لو المعلومة دي بسيطة في وجهة نظري بس بتبقى مفيدة جدا لرجال الأمن ورجال الشرطة ثلاثة اتباع تعليمات المختطفين طبعا لو المختطف قال أي تعليمات لازم أتعامل مع هذه التعليمات بحذر دقيق وبصورة مناسبة لهذه المعلومات حتى لا أعرض الشخصية المختطفة لأي أذى أو أي سوء تبقى ماذا يجب عملوا في حالة الاختطاف واحد الهدوء وعدم المشاجرة اتنين معرفة وقت الاختطاف معرفة سرعة السيارة علامات الطريق لأن هذه المعلومات ستزاعد رجال الشرطة ثلاثة اتباع تعليمات المختطفين بصورة جيدة طيب لو عندي رهائن بقى برضو دي كلها حالات ممكن تتعرض لها الفندق حالات ممكن يتعرض لها الفندق عادة يتم الاختطاف للمطالبة بنقود أو لأغراض سياسية وعلى إدارة الفندق تبليغ الموظفين بالقاتل عدم تبليغ أي نزيل عدم تبليغ أي معلومات تخص النزيل لأي شخص آخر طبعا المعلومات دي سرية جدا سرية ولازم تكون في منتهى السرية ما ينفعش موظف لاستقبال أو موظف الاستعلامات يخرج هذه البيانات لأي شخص سواء كان موصوق فيه أو لا فلازم أن أحتفظ بالبيانات على قدر الإمكان وعدم تبليغ أسماء النزلاء أو أرقام غرفهم أو أرقام تليفونتهم يبقى ما هو التعامل مع محتجز الرهائن عادة يدم الاختطاف للمطالبة بالنقود أو أغراض سياسية وعلى إدارة الفندق تبليغ الموظفين بالقاتل عدم تبليغ مواعيد وصول النزلاء أو مغادرتهم وعدم تبليغ أزماء النزلاء أو أرقام غرفهم وتليفونتهم أي معلومة تخص النزيل لازم أحتفظ بيها بصورة كبيرة ما هو التشريح للعيون أنا عندي طبعا درست أن الإضاءة مهمة جدا في مجال العمل فلازم أدرس تشريح العيون وهو واحد غلاف خارجي يضم الألياف لحفظ الأنسجة والجزء الخلفي منه معطن ويسمى الصلبة والجزء الأمامي يسمى القرنية ممكن إن شاء الله نكمل الحصة الجاية المراجعة الجاية إن شاء الله هذه الأسئلة والنهار دا إحنا أخذنا مجموعة كويسة من الأسئلة وإن شاء الله تكون مفيدة لكم ويا رب أتمنى لكم النجاح والتوفيق لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الفندقي وإلى اللقاء